طبعاً من دعوات والدة كل واحد بيتفرج أو بيسمع حالياً لأنهم ربنا كرم هم بقوا مرئيين وصوتيين دلوقتي أنه سامع الصدة دلوقتي وأن شخص مختلف النهاردة بيقدم الحلق ده من دعوات الولدة ومن توفيق ربنا ومن حسن الحظ معاكم اشتري مني أنا أقدمي الحلق نعريب في بودكاست بتاعنا شكل الجزء لو تحبوا نمسحها لا 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 نقدموا أنت الحلقة بشكل أنضف من كده نحن ممكن نسمع صافة كمان والله على هذا بالمرة انتاج ده بودكاست برودكشنز حلقة جديدة يعني ما حيبش أقول كده عدوف والله اللي هو جبناه حسنش الناس انه هم يعني بس يالله وده اللي حصل اهو طيب ريمو حلقة ان شاء الله قايفة هبقى تاعنا ايه قبل ما نضبق كان حط الانترو حط لايك وسبسكرايب ويلا بينا عشان اشتري مني لو فيك مني لو تسمع تعرف بس لما تنتي زيك بالميلي الظبط طاعم فانو النس بعدينا ونحكي باي دحكة تسمع وبتعدي مانا شابعك أصل وتشبيني يلا بينا فسكرا معك بتسمعنا تحس انك مابينة حلقة وراغيك معنا ما انت خلاص صاحب منك هلات اشل لو اصحابك يحتى لما مبسوك قاعدة بس لأسوك قاعدة بس نأصرك والله هنا أصرك يهو والله العظيم يعني ما فيه أسلم الانترو في عاد الهارشة طلع عند حضرتك أسانا في مايكاتي الهارشة بتطلع هل انتو الانتاج عندكو ضخم الهارشة بمايكاتكو حساسة اناف؟ أفقارك سمعنا اه سمعنا طب دا يدل على ضعف المايك ولا 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 على نوعه على قوة المايك هارشة اه بيجيب الهارشة وبيجيب دي اه بتاعكبتين شو بيرلي تاك عفوة كله بيارفنا بتعليقاته كده طول ما هو بيعلى تبعيز تجيب له ينسون طيب محضرين الحلقة ولا اعرفكو بنحضر حلقة ازاي؟ اه لا ارجوك عرفين نقفل نسمع الاول كروهات ناخد نوتس وبعدين نعمل الحلقة يعني هنسمع كروهات والكروهات بنفسها معانا؟ يعني لا يعني انت قولنا بتبدأ حلقتك ازاي؟ طب انا كنت عايزة نرجس عليك انت كده احرطين ايوه اصلي انت جايلي فين برده ايوه ايوه انت قولنا بتحضري حلقتك ازاي بالبودكاست اللي انت بطلتي تعملي ده بس معكو اخد نوتس يوه لا هتحترمني هحترمك ده اعملها ده جايه في احترام مزو جايه بل احترام محا من دبي ايوه ايوه الحمد لله يا حباكي شكورك باموت فيكم يا الله عظيم انا وامي امك مجد موضوع اه اه شكرا شكرا اعملت لها الأنغامي واشتركت لها وقلت لها اسمي اصلية بقتنا دي يعني بترجع من الشغل بتبقى عادة زه طب انا ابص كده ولا بص كده انا ابص كده بحس بقل التأدير هنا أنا مابص هنا بقى لقد أسلحنا أربع أخوات تلاتة خلصوا وسفروا ومعاها واحد صغير بقى دلوقتي تخنقوا عليه سعيتها يعني نجي كده فدلوقتي تدوا التعاير أبو يابق تقوله شوفت هو ده اللي قاعد لنا هو فهو ده يععد وكذبنا مخلصين دهاز المخلص كلها خلصت تلاتة وصفرتوهم مثليهم مثليهم ينزلي يجيب حاجة من تحت بتاع حاجة نشيبتو بدأك نفسياتو مفشوخة كاتوم شوية كاتوم شوية طب عارفين كاتوم ليه لا لا فينزلي يجيب حاجة بتاع فانا حملتلها بقى لنه مغامي وقعدة بقى رشحتلها كان بودكاست كده الله ياخي انا ما كنت سمعتاكم ببيتين قهوة لا 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 انا مدخلش المخدرات العلمي تماما اه اساسيات كبيرة اكيد برضو ايوه واحدة صوفة بقى انت كتل الشاي الانجليزي ده اللي هو لا عشان ماء طب انت كان ترتيب الكم في الاربعة دول بقى انا دايما الاولى برغم ان دي حاجة ملكي شدي فيها بجد بشتاء للمؤخرة بجد يعني بشتاء اكون في يعني معاملة الاولى بقى طيب ولا كان حصل ايه واخوتي بحبها وحبية امها كده اه لا امها لا كنت اصلا لا ما هنخش بقى في سكك بقى انا ما هنخش في سكك مالحلة عن الاموم النهوة لا بجد عن الاموم اه اه وانا ايه علاقتي بالموضوع ده لا مش مستوردة يونيس باينج لا انا بتعامل معاك بخوة انا ما عنديش امومة انا معتبراء اخ براعيكا اخ فوبيا الام دي فوبيا الناتب ام دي عارف لا مش فوبيا والله بس يعني مش متقبلة الفكرة ايوة طب ما احنا كان عندها حلف في القصة دي قبل كده الترانزيشن ده بقى اللي هو امتى بقى اللي هو من ان انا دلوقتي اصبحت ام طنت اللي في النادي مستنية يعني يعني ده بقى من انا كنت حد عادي يا شاب بقى انا يونس عنده سنتين ونص ما شاء الله اللي انت بتتكلم عليه الترانزيشن ده حصل من سنة بالضبط جميل السنة ونص راحه فين السنة ونص راحه في ان هو كان مش بيتفاعل فانا بقى اعتبرك قطعة بنيه عارف انت حساسة لازم اتعامل معاها برفقة ااكله اشربه اضمن نموه لكن هو كبني ادم شخص بتعامل معاه وهات وخده وعنده شخصية دي لسه حسيها من سنة اوكي ايه بس انا من سنة ونص برضه بدأت ياسين صح انتو كده كده متأخرين يعني كده رجالك بتفهم الابوة دي متأخر في حالة اردانية يعني انا بقولك بتبهتم بالنموه هو حتى بابوه مكنش ما ايه بابودي حسنا بتكلم معزومين بابا الولد بابا الولد بابا الولد دي بتتقال بعد الانفصال عادة يعني عادة ببقى ايه عمر بيعمل لا عمر بيعمل وبيسوي بتاع لكن انا بابا الولادي بابا الولد نورة مرة كانت رايحة تجيب ياسين من الحضانة بصي فكي بقى ده خالصي فكي كل شي ده تماما مش هيتعامل كده خالصي كنت كنت افشين انا مش غريبة يعني لا والله عادي ما الهيه الناس لا تجيب الولد عادي كده؟ اه احيانا اه اه احيانا ايه بتطلب معا تنزل تجيب الولد ديب الولد عشان انا ببقى انا ببقى انا عادة باشتغل مش هاينفعان زي اشتغل واسيب الولد انت عادتع نفسك بجد اقامش عادتع نفسك اه يلا حسيتم ايه طيب في الترانزيشن ده يعني قول ما بدأ ياخد ويدي وتحيس ان ليه شخصيات بحب وحب والله عزيزة والله دي بقى الحاجة بقى بتطلق امهات بقى بتطلعوا هنا فاصل؟ لا بس ممكن نطلع لاجلك يعني لو عايزت عايزة هنطلع فاصل صح لا عايزة اطلع فاصل عشان يبني ان انا عاطف الفاصل صح مش عايزة لا جميل وبعدين بص هقولك الحاجة بقى بشوف بعض شوف في فيديوهات بقى بتعمللي مشكلة فيديو في قولية كده كانت بتقول لما ابنك يلطشلك يخشد شعرك يخربشك يفعل شكلك باي شكل ما تمسكيهوش تتعصبي او تمسكي ايده وتضربيه او حاجة تمسكي ايده اللي ضربك بيها دي اللي ضر اللي ضربك بيها دي اللي ضربك بيها دي وتبوسيها وتقوليه له الايد الحلوة دي ما تضربش دي ماميتي يا اسمين عز اللي قالك كده دي ما عاربش مامينا شلبية غالبة تمسكي ايده دي تضربيها وتقوليه الايد الحلوة دي ما تضربش ماما الايد الحلوة دي تطبطب وتدلع اه فبقيت بقى بمتص غضبي وامسكي ايده ما هو وصل المرحلة دي اه اه هي قالت بقى واحدة على واحدة هيتعلم فبقيت بقى يضربني في ام اك بتغيزي وامسكي ايده وقوله الايد الحلوة دي ما تضربش ماما تاني مرة الايد الحلوة دي ما تضربش ماما اصلا هم مش عارف ده ايه اللي ما سمعها كل مدربها الايد النكسة دي ما تضربش خرع ماما مش ممكن بتوعي التربية الايجابين مش عارفة اصلا هم مربوش عيال اصلا يعني هم مربوش عيال هم مربوش عيال هم درسوها بس مطبقوهاش هم في نفس حد نفس اشوف حد رب ايجابي من الاول الاخر يعني بدون سقطات من يوم الناشخة كانت بعتلي من كام يوم ايه اول ما جات مصر فانا بقولها مي طميني عليكم انت بفود انت وعمرك هتوصل لنهاردة طميني عليكم وبتاع فقيتلي شكرا يا حبيد اسلم على سؤالك انا النهاردة صح يا بحب كل الناس وعنده طاقت حب لانتتكلم بنوع من ن outsمتك Grade فما بترخمش عليها فاستغربت انا عندي طاقت حب النهاردة وطاقت ود عايزة ود كل الناس وهو عمال لي ذنها جمعها بتتكلمني في التليفون بتتكلامة في التليفون بتتكلمة واهم بتتكلامة تقولي عندي طاقت ايه هتكلم في التليفون أنا خلاص يا بادر ايه بالنهارж انا عندي طاقت زف انا عندي طاقت زف اه طب سؤال بقى فليسا في بقى حتة طب الحاجة اللي يعني اللي انت كنت بيت حبيها كـ وقارتني كتعمليها بقى مع النار يا شباب اهو او ايه حاجة عمون اللي انت ولما في انجليز اهو انا اصحابي بيروحوا مني خلاص اهو ايه الحاجة اللي هو بجد والله اللي هو مش عاف انت اكيد يا رب تكون في السؤال عشان فاتلا انا رعت كتير في حتات كتير بس يعني قصدي ايوة لا بجد والله ايه الحاجة اللي هو اللي انا متجاوز اعمل كذا كذا معي ان شاء الله اهلي عملوا معي والله عملتوا او لا اصلا بقى كمان هو الجزء الاولاني من السؤال ايه الحاجة اللي تشتائلها لا ايه الحاجة اللي تشتائلها خلاص اشع موت ساعدي ايه الحاجة ايه الحاجة ايه الحاجة ومسكة مشروفة ايه اللي حصلك وانت صغيرة من اهلك او المعاملة اللي عملوها لك او حاجة ما انا كدو بجعملوها قلت ان حاملت زي دي مع يونس او عشان دي حاجة حلوة لو انت تذكر يا حاجة او اه اه لا شكري ممكن نمنتج السكوت ده عشان هيبني ان انا مش فكرة حاجة حاجة والقالي لا 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 حجب وخلي بالك حجب ما او خلي محاج ايه دا الحجب اللي عرفت ما اكتب جدا دا دا الحجب ايه الحاجة دا منكش حقي تحجيبها علي ايه 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 اولي اولي حجب اللي في البيتنا حاجة عمل ايه حجب المواقف ماكو عموما عموما من التواصل شبكات الانترنت شبكات التليفونات شبكات الري ايه ايه شبكات لا 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 احنا كان عندنا حجب وانا ليه حلقة مع كابتن بدري برضو كنا منتجنب بالموضوع دا حلقة التليفون الارضي كان فيه حجب مفيش تليفونات مفيش نت مفيش خروج اه 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 لا بقى بص مش بالطريقة طبعا مش مش كده لكن انا شايف ان احنا بقينا منفتحين اللي هو قعدنا نقرأ اوي تفتح نقرأ اوي اوي في المش عارفة اينا فبقينا اوفر خلي بالك عندما يش نقرأ لا يعني اللي هو ايوة ايوة اللي بيجيلنا الحاجات من المصادر التانية ايوة ايوة فتحس ان اه بقلس وفقيتك في نادي الروتري يعني وفقيتك في نادي وفقيتك في نادي الروتري فلا انا حس ان هنا بقينا العيال اكسبوزد اوي على كل حاجة في الدنيا وفي اجهزة كتير اوي في البيت اوي كلها اي في الاول ايباد واي تاب واي فون واي مش عارفة ايه فانا كل دا مش لا يعني يونس هيبدأ يستخدم الانترنت يونس هيمسك عدة في سنوي عدة يبدأ يمسك عدة اه ايه حاجة بتقول الو ايه ايه ده معنى العدة وايقول الو بس لا 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 صدقني هيتفجر من الابداع سنوي دا متأخر اوي لا مش سنوي ماينفعش بقى محجوب مش سنوي بص بص انا انا عايزة يبقى مبدع لوحده مش اللي هو يعني انا اولد سكول في الحتة دي يعني مثلا فيه حاجات كتير قوي في التكنولوجي مثلا الكتب اللي هي بتدوس على البطريك يعمل لك يقول لك اسم الحل كائن هلو دا لا ليه اه لا ما عارفش كان فيه طرق يعني انا بحب الالعاب اللي هي ما هو من دا على مرندا من دا على مرندا اه 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 مكسي يعني خليه هاتيله اللعب و هاتيله حاجات اي جاب لي ياسين الحيوانات الصغيرة اه مش عارف ايه بتاع فيه كيس بلاستيك كده حقيرا و كيس مش بتاع حاجة اي جوا كل حيوانات كل الحيوانات موجود وفي ناس الوقت بيتفرج على حاجات معينة بيتفرج عليها عشان. اه. يعني ولا قاطع قوي ولا طول النهار اللي هو اشتر الدنيا. جماعة الكارتولات بقت فضيحة. انت خدت بالا. انت عاف ان السيد اشتر اللي في جوه هذا الكيس انت ممكن تبتع بيه عارف انت المانوات. اه اه. انت عارف من نفس الوزن حقيقي. كان فيه كيس معين كده. اه ده ده. ده الطفولة الكيس. الحيوانات اه طبعا سيد اصور وسيد اشتر. وفيه اسد اه اصفر وسه هزيل كده معقول من الماتيريال حخراجة دي. بس الكارتون لأ طب طب ثانيا قصة ليه كارتون دوت وصل ايه على من الكارتون دي. كارتون عامل كمية. انا عايزة افهم مصلحة مين ومين بيمول فيه في الكارتونات حاجات لما قدرش هذكرها يعني. بلاس اتين. لا 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 لا. انا ببقى قاعدة بتفرق جنبيونس. الاقي حاجات. مش عارفة ليه عايزين تعمله في العالم كده. انا شغال بقى في الكارتون في الاولد سكول. ايوه انا بجيب له سبيستون. لا. دي خلاص شغال المستخدم اللي علي. اه. يعني اه. يعني انا شغال لسه في سيمبا. اه. ماشي. اه. لسه شغال في. شغال في كشير في. ايوه ايوه. شركة المرعبين قلبي شركة المرعبين قلبي طي ستوري شوية ايوه انا جايبة انا عارف الواصلة عارف الواصلة لا ما عارفش جايبة الواصلة هنا لا اللي هو اللي هو بتاع المسروق ده اه طبعا بسه هو مش مسروق انا دفع 700 جنيه انا كده حرام لا يا بسرعة دفعت 700 جنيه للواصلة فسي الحرام ايامنا 30 الصراحة ليه 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 مش دفعة في دبي وفي سرعة في دبي اداني الباسورد وانا حطيته بقى اي بي تي في اي بي تي في اي بي بس اي بي تي في ده لا الواصلة دي ايام نحنا كان نوصلك هتواصلك حرفيا كان زلك بجد بجد كتواصلك ايو كان واصلك نزلة من عستق ايو 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 وهم اربع قنوات وهو اللي اختر بيشغلك ايه حاجة زي ما هو باكين بيهبن بزاك لا لا بس ده مش اول اي بي تي في ده بقى انا عليه بقى ديزني كله بقى بعض عسكار الصباح والمساء الصبح شركة المرعبين بالليل مشاكل كان فيها قيم يا كابتين ده حقيق كان فيها ده حقيق والله اه لا 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 كان فيه حاجة وما كانش فيه رسالة موجهة يعني انت مش خايف انه انت في في وقت من الاوقات تتلاقيه ان انت بص عبيب انت عاييه تبقى بسكليتة لا 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 سننا بش مهندس بس عشان شارلا بي ومارد وحياة لطيفة كرة وديناصور معاها ما فيش اي خوف من التنين لو اتعمل دلوقتي هتبقى كارثة هيبقى اسمه مارد دلكني بقى والله هل عظيم شارلا شارلا بسترنجاية لو جد بص لقى تلاقيه كان فيلم يعني يعني مش عبط فيلم مكتوب وحاجة كمان حاجة ما عليش القطع لا 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 التمسير اه يعني شالبي ده اسمه شالبي شوف لما مصروها شالبي سولوفان فيه فن بقى مايك وزاوسكي مارد واشواشني ايوة فيه مش بس بنترجم لا ده احنا بدخليها شبهنا ايوة حتى النكت اللي فيها نكتنا في ديسني فيها حاجات فيه فيلم بس ده فيلم كرتون كرتون لو مرسوم بالإيد ده مش بكسر اه كان فيه مش عبب غانات كده مش عبب مين كان هو فلاحي حاجة كده وكان فيه اللي هو كان برق بنزين بل سلم مستنجحش انه برق بنزين جنبيه اللي هو كان اسمه مواطن ده كان بكلم سعيدة كان سعيدة اوه لحظة انها القديمة دي ايوة ايوة كان بطلق فهم باللحاجات دي احنا لم يعرفش انا احس ان هو ده يعني اللي هو احسن ده مفروض يبقى موجود ده لحظة سبايدر مان اتمنع في السعودية وفي مصر وفي دبي عشان لازم لابس داية احسن مكلش يحبه ولا طي عشان فيه حاجة برضو ليه علاقة بال بالعرف الصورة اللي هي واحد بدي ايدك هنا لون وهنا لون والدينيار والدينيار اه فيه حاجات ليه علاقة باللجي بي تي كيوبا وبتاع والكوميونيتي كله ازاي في الاطفال نظر بيتامل فين يعني كوميونيتي منين كوميونيتي عز ألك يا مايونييتي عز ألك اخبار المعنويات ايه مع يونيتي اشغال عليها معنويات ايه وليلي المعنويات على ايامك انت كيت ايه وانت ابنة وبقت بيهتم يعني ايه معنويات النفسيتك التعاون النفسي من الاباء والامهات هو طالما مش فاكرة يبقى مش متضايق من حاجة يعني طالما مش فاكرة معنوياتي يبقى معنوياتي هل تيتمهتمة بنفسية يونيس بصحته نفسي احكي لكم حاجة واجعاني قوي احكي واجعك ممكن نوطي النور وانشجل لها حاجة حزينة في المونتاج بقى في المونتاج هنحطلك اللي هي بتاعت عريس من جاء اه هل تفرصة للمونتار يحط حاجة بقى خلاص كده مشاهده في حاجة كتبت دهيني جداً خير كنت بقى بنخش على المطبخ وقف الباب المطبخ وانزل بالروح كده على الباب ايه او بضهري كده على الباب وانزل كده وعيط في المطبخ مين الحاجة دي ولا هو ده كان زوء لوحد واندي حاجة لا مش بيولي لا مش بيولي دي حاجة كان انا عندي طب ليه المطبخ سؤال مهم جداً اصلاً في الحمام هتلبس اه عشان المنور على الحسيس تطلع اه والقضة عليها الرجل المطبخ بيبقى خلاص بنبقى اللصته لصت 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 مرة يقول لأ اخش المطبخ بالبطيس يباتوا بقى هم ويدبستوا اه ويجيبوا اكل من يوم متأخر بقى دي حاجات اه ايوة اصلاً للا ايوة وبيسهاروا ايوة اه انا كنت تسعى بالنام طبعاً. طبعاً. اتنمو قبل عمر قديم حتى. ايه? اتنمو قبل عمر قديم حتى. عمره بما لاحقه عمر قديم كأسرة ايه. دايماً. طبعاً تقوميش في فيسبوك مثلا. او دعم عمر قديم. بس فديه ده ده. طب لما الموضوع يتكرر او يتطلب منك من يونس هتعمل ايه? لا مش بيات بقى. طب. موضوع المعنويات ده. يعني من النهار ده مثلا امي بايتها عندنا من مبارح. من زمن كبير ما جاءتش بايتها عندنا. جاء بايتها عندنا من بارح. فهي حبيبتي حتى الان بتاخد بالها بالموضوع المعنويات ده معانا يعني احنا ولادها الوحيدين يعني. يعني مش متبنية حد احنا انا واخوية. يا ده ما انت قلتينا كده انت ولاد الوحيدين ما احنا اتنين مش واحدين. هذا فخلتني نازل. ها قالت الحمل بتاع اللي انت لبسه ده. على رأيي المثال. صحل واحد. buscando رأيي المثال. عايز تضحك وتهزأ لصمر لبسه احمر. و انا نازل جاء اسجل و اطلع قدم الناس و انا فيما بمعنويات عالية. و بتقول كده بمنتابة ايه? عايز تعمل. ما ماضي. يعني اعلانen شركة نفسيتك دي يا حبيبي ومعنوياتك ما عنديش كلم في البيت الده هندوس عليها طيب أنا أسفا مش قصدي حسسك يعني أعلي على ممتك بس أنا أسفا سوري ممتي كت بتقول حاجة تاني ممتي بقى لما كنت أنا بنزل بأحمر أو أي لون كنت تبصلي كده تقولي بسحابة الده واحدة بعضوا واحدة وتقولي عقربة أصلا عقربة شافت أولادها ماشينا على الحيط قالت لولي ومرضون بخيط يعني إيه؟ يعني رغم منظرك المعرف داي شايفك يا حبيبي شايف الفرق بين أمي رغم منك عربة بس عشان أنا أميك حامل معك واجه بشوك كويس يا أنا ما عليك صدور طب قدام الناس طب هو ما شيرا على حيط عميله أي طيب هو ما عدمش بيئة تانية يعيشوا فيها طيب عقربة العقربة هتمشي فين؟ كوريدور؟ طب هي كان بتعمل كده قدام الناس ولا بينها وبينكو بس؟ لا لا هي أمي ماشي بطبلة طول النهار قدام الناس أنا أمي بتحبنا وأنا وقت لها أمي بتحبني برضو أكيد بس هل برضو تبقى حاجة بقى هل ده بيبقى يعني من باب اللي هو مشاركة الأوجاع اللي هو لما يقود لما يقودوا مع بعض يقولوا ده أنا كمان يال بقى كذا وكذا وفيهم 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 يقولوا مع بعض السلبية ندب الأمهات بص يا حسن عبدالقدور مناء خيار عشان ما نتحسدش أي وما أنا كترسة بقولك عشان ما نتحسدش هل هي مشاركة ولا هو خزي والله العظيم يعني ألاقي مثلا جارت أمي وأنا رايح مثلا سنسلم عليها تقولي يا حبيبي يا بلا أمرتك كويسة وأنت شغلك عمل إيه لقيت شغل لقيت شغل وأنا كنت مانتش باغم أنا شغال أما ليه وأخبارك إيه وابتاع وإيه بقى حاجات إيه وإنت كويس يا حبيبي أمي بقى بتقوم لاضمة حادثة أولله ده سايب شغله وبقى له مش عارف إيه وفاشل وما بيشتراش وابن ستين كلب وما بيسمعش كلامي لمجرد بس إنما يتقلهاش إن عيالك ما شاء الله عليهم بيبوا زي الورد بداخلني عليك وبتاع لا تصدق صح أنا لسه أنا كنت فاك رمي بس اللي كده لا رمي فاكرة شكاقة آه عشان حسد؟ عشان حسد طبعا آه مرة قرعتني بجد بقى مش أحرجتي قرعتني 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 قدام الناس قيتلهم مية بيتعرع مية فيه حتة تعلبة آه كنت بسرح شعري كنت بسرح شعري لقيت سمع شعرات في الفرشة بقيت أنا قرعة خلاص إحنا بنأفور في الموضوع سنة بسيطة كده عشان قرعتني يا ربنا يكرمنا أمي بقى بتاخد النهج ده على كل الحاجات على ولاد مثلا يعني محد يقول لها أصلا أخوي عنده ثلاث ولاد وانا عندي بنتين فلما حد يفتح الموضوع ويقول لها مثلا إيه دي بقى علي بيجيب ولاد وبدري بيجيب بنات ومش عارف ايه ومش عارف ايه تقول له ولد علي تعرفوا منين ولد علي انت يولد مرضى وسقطين في المدرسة وولد ستين كاله والنبي النور ده مدمن قلنا بيجيب ده فيهم واحد محبوس يعوين يا بتعمل قلنا بياسين ده حالة ما يخش عند اللي ما يقلبني يعني تقعد تقول عليهم حاجات علشان ما يتحسدوش ويعاني والوقت نور ده زي الورد يعاني تفل زي الورد انا عملت الكلام ده امتى يا سات اه 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 تعرف اللور ده لا بياكلش لا بياكلش لقمة خايف عليهم زيادة عن اللزوم لدرجة انها بتتزينهم بتعقالهم نفسيا لو انت تقول علي برضو حاجات كده عشان الحسد طب خلابا ما ايه اللي احنا قلنا مضوع التليفون والقصة دي معلش عشان هي بس من ساعد مجدت هي موصياني الوصية المانيكير لو هنقدر بس نزون على صوابع الفنانة لان في صرفة حاصلة ايه ايه صبוע وسبوع ماشي صبعا اصبوع الماليك اه اه يعني اصفر بربل اصفر بربل معلش عام عشان مش هنخ weten اعايز اقول بقى حاجات طيب ايه اللي كان ممنوع عندكم في البيت مين احن بتاحد了 هذا الموضوع غير موضوع التليفونات هاليها الثاني غير موضوع التليفونات دة ولا لا يعنى خالد تلف يعني انت عندك ايه اللي كان كان ممنوع لفترى صهر اه لفترة لفترة كان ممنوع السهر برا البيت ده لا جوه البيت كمان بردو السهر اندور بردو جوه البيت في الدراسة كان بتحصل ازم ليه؟ في الدراسة لازم انا بدري اه فانا كنت ماما تخش اتنين مثلا وانا رح بتسحب خارج برا مفاتيح التليفزيون وانا اتفرج على التليفزيون لحد ده ما اسمع صوت مفاتيح ابويا على السلم رح قافل التليفزيون ومبدري كل حاجة وهم بيمشي زي العصبات كده يعمل المفاتيح كده على السلم مباشر اصنصير اه لم يطلع على رجل وهو في حتة معانة يبدأ يحضر بقى ويطلع على المفاتيح وهو داخل على البيت تبدأ متاع تشاكل عماما يطلع على المفتاح ويدخله في البيت كل ده انا بحضر ماجستير بكرة في ان انا ده جوه ان انا ازاي هستخاب يعني ايو 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 في التليفزيون واظبط كل حاجة كاين انا بيش اي حاجة حصلت احنا تمام وخش القدر كاين ينام بالزبط وطبعا كان بيبقى فاهم ان انا داخل دلوقتي كل اجهزة سخنة لكن دي مش حمى يعني التليفزيون ليه لست السين يعني يعرف منين سخن لا ما معادمش للدرجات دي بقى عادي جسة التليفزيون يعني لا بايب يعني بيبان فاهم بيبان من البيت بيبان ان كان يدعش قاعد هنا فاهم وسعب تبع على اخر اللحظة وهو داخل قدب قدب بلسة بختفي عارف كان فيه اكشن كده ينسوا يسيبش بشيبو حاجات كده بيبان كما تبقى هبطة سنة اه اه يا لهوي فيه تفاصيل كتير انت باحدك بقى تلب كل ده وانت داخل بتهرب ولت النشي انت بقى حلوة يا جميل انت ما قولت انت بقى انت بقى حلوة يا جميل انت ما قول انت انت اللي سألت السؤال بالنساء اللي سألت السؤال لا كان السهر او يعني فيه فترة كده بتاعت الكمبيوتر اللي مش عارف ايه بتاع اللي هو ايه بعد فترة كده بتحط القانون بعد ممكن الاسواج جاءت انساء عادل لو فيش اعادة على الكمبيوتر بعد اللي مش عارف كده بك يا خلاص عادي يعني خلاص ببتلاقي الموضوع باي في قوانين بتدب تبقى العصبية كده اه بالظل طول اه بس كان النزول اه النزول والفترة برا البيت ده هو بتاع دقس اي شغل انا سودة يعني انا بقى ده اتصار ده ودخلت الجامعة تقريبا او وخلصت معي عاما بلايات اللي هو وقعد في الشارع بقى بعد اللي بعد اتناشر ده براح وانا والله اه 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 بقيتوا ديفوناتوا بتاع بس اه لينا كيوورد احنا مع بعض بالقصة دي عام براح ايه تافير لينا جسرانة لينا لا كان فيه مكالمة دايما هاتبات برا اللي عام برا انا ما عارف بس عشان اخدر سريرك ده نشمعه طيب سريرك ده نشمعه طيب هاتبات كده لو ايه هو فاما أوعبوها كان بيكلمني بيقوليش انت فين بس او فيها جمال بقى اوه معرفيا شنوه تاجعل رشد اجمعا الساعة واحدة بين لينا برد قيت لحد امتا ايه ايوو احنا مليومي يختص احنا علينا يعني فاما وانت بقضي انا الاختلاط كان حراماً بقى عندنا تنزل الشارع وتفضل البصص قدامك لغاية ما توصل الوجهة بتاعتك زي المونوريل كده والله العظيم زي المترو تفضل ماشي كده ولا تتكلم حد في الشارع ولا تعمل حد في الشارع عشان انت والسادة المشاهدين والمستمعين عارفين الشارع عندنا ملاوس هو ده والله العظيم مرة في واحد جرنا اسمه سعيد زبالة يعني الله يرحمه لو ميت ولا الله يكرمه لو عايش كان مع ورقة كان يزبطاً لأخلاقه ولا كان زبالة لايه؟ هو اسمه سعيد زبالة اسمه كده علشان لما كان شخص مش كويس كان بيبقى قاعد في الزبالة كده ومش كان مدمن يعني المهم ماشا ماشا كان جاء الورقة من الاسم دي تقريباً ورقة المراقبة ومعرفش ورقة ايه فما كانش عارف يقرانها فكان بيبقى خلاني معادي وهما الناس المتعلمين في الشارع كانوا معددين على صوابع اليد الواحدة اللي لما تكوني اليد عاملة كده أنا واخويه فهنا مصدي فخلاني معادي قال لي انا عايز يعرش يقرى لي دي فقاريت وانا مش فاهم بس بقى هو لما يسمع هيفهم انا مش فاهم ايه اللي مكتوب مش فاكر ما عارفش حاجاتها اللي لها علاقة بالمرأة بقى في الاسم وهو اللي ساعتها قال لي انا ما عارفش ايه كان مكتوب عليها اورنيك ايه اورنيك للي هو الوصل يعني اه من فوق كده مش فاكر بقى اللي كان مكتوب ايه بقى وايام وحاجات كده بس قارت هالو وقلت له كذا وكذا 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 قاعد بقى يسألني طب محموب بيه ماضي طب فلاهم بقى قلت له معارف يعني شاعر معارف مش معاون يعني بس امي كان عندها مرور نباتشية في البلاكونة زي شافيتني وقف مع سعيد زبالة يا مهارس والله العظيم والله العظيم اليوم ده انا فاكر انا اضربت ضرب اللي هو انا مهما قضيت وقت مع سعيد زبال ما كانش هيئزين كده والله العظيم انا عايز تبق مع سعيد زبالة وعايز تبقى شواري وشا محتاجي انا كنت فاكر اختلاط تاني اولا انا كمان انت ممنوع من الاختلاط بسعيد زبالة وممنوع من الاختلاط باي يعني امي لما كانت تقولي كلامنا في الشقق قايتلي اللاربع حتندوق احنا بالنسبة لنا الاختلاط يعني الاختلاط بيد الجنسية ايوة لا الاختلاط بقى بالشارع ما تختلفش بقى بالشارع كان الموضوع اوفر عندك معادل الاختلاط بيد الجنسية ذا انت ماختلفش مع الجنس البشري اساسي ممنوع من البشر ما ديه نفتح هذا المحور بقى يلا بي نبتا عزم محور وتعامل الأمهات مع عزم محور تعامل الأمهات مع قصة الاختراض بالجلس الآخر اه يعني أبا شيتك فين كلمتك في ايه مش عالق اه فاهم قصدي الله قولي شال هات 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 ده شو معدد تمشي كده يمين زي اللي بدك جسوس يمين لا 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 انت ممنوعات ده لا لا انا قلت ممنوعاتي ايه ممنوعات ايه الشبكات بس ده كده ممنوعات امي كنت صريح معمي في الحاجات دي امي كنت صريح معمي في الحاجات دي بس ايكا انا كنت مختلطة معنتبره شاب نواسيمة يعني كنت في النادي وكتانوي مش عارف ايه ام فكلما اشوفتوا بقوا معدد تقولي هو في ايه بقى رفيها جمال رفيها جمال سؤال المرحلة ده كب رفيها جمال كان لما وجهة فخوخ هترد بالمسيبات انت عملها ايه كانت في اي مجال بقى فتشوف دي مثلا وقفت مع بنت بقى بنهزر وبتاقى مش عارف ايه كزا هومورة بعض في النهج تقول دي وايه بقى وفي ايه جمالي وفي ايه بقى وبتاقى شوف الله ام والله عادي بجرد صديقة يعني لحد ما بتبقى مش بجرد صديقة كنت انا رشاب محترم بقى اخد من ايديها الرفحة لما عطول اه اه طب ثانية ما هي اه ما هي الحدوء لأ ثانية المقومة المقومة ثانية ايوه مقومة اه ايه هي بقى المراحل اللي بيمر بيها فلتر المياه عشان انت تاخد البنت وتقوم معرفها على يعني ولا ايه كانتش عندي ايه معي ايو لا يعني شمعنا اخترتك انت تحديدا عشان اعرفك عشان ارتحت لها ازياد عن اللزوم بس لو انا هبدأ احبك هبدأ احبك اه اصلا اصلا عرفها على ماما دي انا لو كنت عرفتني على ماما ما يكونش حاس انت بها تبدأ تحبيني انت بتحبيني بقى انا المرشحة انا خلاص انا ابتدي ادور بدان الجامع بدان الجامع نشوف الدبل عبدا كم اه لا انا كنت على طول الصحاب العادي تمام الصحاب العادي ماما اصلا كنت عرف الصحاب كلهم اللي في المدرسة واللي في النادي والولاد والبناء طب وانت لما بتعرفها على ماما بتقول لي ماما ايه مي ماما ماما مي ايه ده الاحراق ده بس انا بقى لما ام ام اقول لها اه ماما في حاجة ايه شفت فاكرة ميلة هيا دي بقى والحاجة بقى كانت بترفع مقاسات امي دايما كانت تقول لي بقى كده على البنات بقى امي دايما ما فيش مرة والله العظيم اخدت لها واحدة من ايديها كده قلت لها مثلا ولا مثلا بتكلم في التليفون فسامعتني ولا حاجة واريتها صورة ابتعت ممدوح هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تبقى امراتي قلت لها ايه رأيك في البنت دي يا ماما ايه اختي والله العظيم مفيش بص دايما الحاجات اللي هو مقلت هالي بقى مجمعها مش معقول مية في المية من البنات اللي هو ديتهم فيهم مشكلة يعني اوت ليد فاكتوري اللي هو ببقى فيها عند تصنيع دي ماما ايه رأيك في بسانت مثلا بسانت نفسه لا مش المعرقبة لا شو معرقوب مش الحلل 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 فانا قعد بقى ايه اترجم ايه العرقوب ده كان فيه يبقى اشوف عيوب فيها يمكن هو ده العرقوب اصلا كان عندها حتة سودة هينة يمكن ده العرقوب اقول لها ايه عرقوب تقول لي عرقوب رجلها معرقبة كده كعبها مش ملفوف ولو انا عايز لها وانا في عدادة ساعتها اماما اضربات الحرة عباسودها لو كعبها مش ملفوف عباسود انا او الله العظيم يا دي ما تلعبش اساس على فلاف نودي مش قصدي حاجة بس انا كان عدس اكدت مختلف مدرسة كان فيها بنيات والجامعة كان فيها بنيات كان عدس حب بنيات فكانوا بي كانوا في تليفون ابو كان بيرد عليهم. يردوا بعد نومات. يرد بقى ايه الاخبار انت مين بقى واسبك ايه في ايه ويهزر معا شوية ابو ايه ده مخميف بردو. فيهزر فياخد التليفون تويهي لقى هات باباك بقى. يعني هات باباك يعني خلصنا مع بقى بابا اهزر معاك واهزرنا شوية ما اكلمي. ايه بس انا دمه خفيف اوي لازيزو. انا طعي ماشي ما رجع ان شاء الله بيرد. اصد خلي بالك. اقولك تروح لطلو وفي ايه يا رمز. اصد خلي بالك برضو فكرة يعني الجيل بدعنا تقريبا نادرا لما تلاقي. ايه? نادرا لما كنت تلاقي اب دمه خفيف. يعني. اه اعظم. يعني السواد الاعظم اللي هو بس جوة. مش هيصير لك انت حاجة زيكة. مش هيصير لاصحابك يعني. اصحابي حتى ما بيقابل ابويا في مواقف سريع حتى اللي هي عشر دي ربع ساعة. بيتبسطوا فشل. اه طبعا. لكل الاصحاب اللي قابل ابويا بيقابل ابويا في هزر كده. اه متاع تصوى عليكم السلام. تعمل تقول لنا بقى تقفاشت. انت قلناش تقفاشت فينا يا جميل انت. اتقفاشت. لأ انا ده حد يا جيرو. وده حد يا كده حاجات. افريد جيب بودكاستي سايا عادتنا الحلوة دي وقال. راح اه. اه. انا راح اعلاله في بودكاست. ما قالت في بودكاست. ياه قدام مني بدل ما تليف ياه قدام مني. تقول ياه فيشتري مني. اه. طيب. ابرز افشاتي. اه. كانت. كانت. كانت من خلال التليفون الارضي. كنت بقى جبت. احنا كان مواما انا يقول لك ما انت مش غريب انا. تليفون الارضي اصلا الناس ومشكلة. اصلا. اه. ما كانش فيه شبكات عندنا شبكات التليفونية. اه. فكت بقى جيب. فقعدت بقى يوم ما بقى. عدت سنين في القمع ده. سنين. اصلا التليفون الارضي متفاعل في البيت. اه متفاعل. ايه. لكن بقى ايه بقى اللي بيحصل ما هو بابا. ايه. ايه. اول بمجرد عدم تواجده في البيت نايم خارج واكل في الحمام. ام. بيشيل التليفون. اه العيد. ماشي? اممتك بتستخدم وبيشيلها وبينزلها في العربية. فانا مهما دورت. خلاص. في الباب ده. مش اللي هو دوري عليه. لا. ايه. 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 عشان دلق ده انا واضح يستنسى العربية ليه? عشان تجيب التليفونية خلاص. اه. 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 انا صحيح تيلفوني حتى نزيل للبت. اياado. اه. 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 وفكرنا نحكي lotus Curstb个 1983. كنت عجيلك ilerale ثانية رجعوا ثانية يتفضل المهم المهم في يوم من الأيام بقى صرت وبرت وفرت قلت لا نعم للاختلاط أنا عايزة أتصل أنا عايزة أتصل بالتليفون وأرد على التليفون أنا عايزة أقول رقمي للناس بقى عايزة تكلم في البتائق أنت عارف من كتر ما أنا متخلفة مش فاهمة ما عنديش إنترنت ما عنديش مرة كانوا بيقولوا بقى بيشيروا إيميلز مع بعض وأنا في المدرسة فكل واحد عمال يقول إيميله فقالوا إيميله إيه إيميل بتاعك قلت لهم www.myuya.com فتفكر إنه ده الإيميل عملت موقع عملت موقع ليك المهم بقى فيوم ما برت وصورت وفورت ده ووقفت الوقفة دي وعملت كده زي ما بقولك عملت خطة بقى كلمت سبلايرز جبت سلك طويل سلك التليفون ده طويل قوي كذا كذا متري كده وكلمت سبلاير تاني يجيب لي عدة التليفون الأرضي جميل دول بقى ديلر زمعية في المدرسة جميل 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 ف وعملت إيه بقى سلك التليفون المدخل بتاع التليفون ده برا في الصالة تمام قمت يا جمال يا أخويا حط السلك ومشيها تحت تحت السجاد موكت أه بقى أبو توافر ما يبنش في الموكت لا يا كبتن خالص السجادة يا بص السجادة دي فيه ترطوفة هي بين لكن الموكت بقى مغطرة ما فيه اه مش كشف المنطقة كلها فمشيت بقى السلك كده 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 من تحت الموكت كده 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 ودخلته وراء الدولاب وطلعت السلك من الدولاب كده كان فيه حتة كده مكسورة من وراء اه او غالبا أنا لكسرتها مش فاكرة اه ومدخل السلك من جوه الدولاب جميل وبقى مقر تليفوني جوه الدولاب اه وافتح الضرفة كده الديفايس نفسه معاك جوه الدولاب معايا جوه الدولاب وقضتي كشف المنطقة كلها يعني انا بص كده شايفة قضة بابا فافتح الضرفة كده واخش جوه الدولاب وشايفة قضة بابا قدامي اول ما الباب يتفتح شكرا مجرد نقفل الضرفة هايل عملية نكحة مليون في المين الله العبدين هايل بابا هايل بجد هايل بجد اه انا بس كنت عايزة اتصل انا مكنش عايزة عامل اي حاجة بس عايزة اتصل يوم ما تقفشت يا جمال يا اخويا اه ازاي بقى كانت اول مرة اكلم اخو صار يا الله ما جيتوش في الصارة ليه طيب يعني شرفونا في الصارة اول مرة اول مرة الولد كان تعبان قلت اقول له الف سلامة اهو يبقاسني كلمت ولد اهو يعني اهو ابقاميني كلمت ولد افكروا بالبخاخ افكروا حاجة استنى 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 عايزين نعرف الديموغرافي بقى كب ايه اخو صارة ده عنده كم سنة لا اخو صارة بيدرس فيه اه ايو يا جميل احلف احلف لك باي عبد الرحمن ما كانش فيه اي حاجة ايو ماشي انا ده مام ما عندش مشكلة انا قصدي الناحية التانية ما هو ممكن اخو صارة ده لا ولا اخو صارة اساسا كلمني على مضد مين المتخلفة دي انا عرفت انت عبيطة انت اولى سنة اوه اولى سنة استنى كنت هقولك ايه انت عارف ان انا من كتر الهطل اول ما عملت فيسبوك كنت فهمة ان فيسبوك ده بنخش نعمل اد للناس او ايه الهابل ده وانا عامل فيسبوك مفيش عليه حد اد فريند اد فريند اد فريند اد فريند فواحد دخل قال لي ايه ده انت عارفيني فانا قلت ايه الغبي ده مع معرفك ما انا عملالك اد عشان اعرفك ايه فقال لي انت تعرفيني قلت له لأ بس ايه المشكلة يعني ايه المتخلف ده يعني ايه اللي رفض اللي ايه اوه فقا انا كنتش فاكر كنتش عرف ان فيسبوك ان لو هتكتب لحد حاجة على الولي الناس كلها تشوف ايه ايه كتير اوي كتبت له جملة محترب الناس بقى بتلايك ساعتها وبتكومنت بتاع على اللي هو ايه ده في ايه وانا مش فاهم هو كادي في الفوت قال لي عم يمسع الهابل اللي انت حاطه ده شاتمني قدام الناس كلها و بتاعنا اعلي تلتبيت واحد ولا عندي كم واحد شايفيني باتشيتهم فاهم جمهيري يا باب طيب صحب انا قاسف انا لسه اصلا عبيد في القصة ايامها جمهيري طب الافش حصل ازاي بقى اه طيب افشوك ازاي مهورة بقولك اخو صارة ده كان اول واحد اكلمه فتوترت حالة طبعا حالة من ايوا ايوا حالة من طبعا تكلم ولد فاهمني فسرحت بقى مرامتش عين على الباب اه كنت هيمانة لا كنت مش فاهمانة تتكلم جود دولاب باكيد ممكن اه بتكلم جود دولاب يعني متوترة وبتاع فمرامتش عين كده بورب بورب يا عبد الرحمن يا اخويا اه لقيت بابا وخلاص بقى مش فتح الباب وصل بقى خلاص هو عند القوة في القودة معايا في القودة فوقف كده فجسمي تلقائيا عمل نفس اللي بعمله اول ما منع جسمي حافظ اول ما هنشوف بابا هنعمل كده هنقفل الضرف الراجل قدامي وشايفني مسكة تليفون اه هو انت ايه الدهشة اللي في وشك دي انا حكي هلك تسع مرات اه بس ما فكر لفسي ايهات تانية ايه فاهمني فوقف كده جسمي عمل نفس الرياكشن ومدخل الدولاب وقفل الباب ومدخل التليفون وقفل الضرفة ومتوقفت كده قلت له ايه فانا مش 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 ناStart ايوه ايوه ان شاء الله لما اخدتش بالك ايه اللي حصل يعني مهربه سلك وجاب عنده ار consiste كمين اختلاق كمين اختلاق فقفلت الدولاب كده اما هو دخل بقى واما دخل يشوف بقى ايه اللي حصل ده فعين مصرح الجريمة شاف السلك واللهلى عزيزي مقالي بقولولك ده كان يوم يعني أنا واسقة خلاص مش مهم ماشي أم شاف بقى لقى السلك أم أشده كده من السجادة وأم واخد التليفون أم رابط السلك كده وأم دخل أنا بقى كون أنه هو ما تكلمش أنا بقى مخي هيسحب ملفي من المدرسة أيوه هيقعدني في البيت أيوه طب إيه طب إيه طب إيه إيه ده ايه بynen بس بعد يعني بعد ست شهور كده ست شهور؟ أين قفالك كم يقول لا لا فينه 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 مشattend ومكالمات دولية من بره وخلاني وعمامي اه وخليت اخو صار يكلم اخو صار يكلمه اه لا 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 وعدت بعدها جبت موبايل بعدها جبت موبايل بس رجعته ما استنيتش أتقفش لأنك كانت مصاريفه كثير اه بزاة تستني طيب عودة ايه ده يخرب عقلك اه طيب انا وقت الحلقة ايه مفيش وقت الحلقة انا قل لكم متأقلة وكسب وكادت على نفسك الله يباركيه هم هيطلبوكي بعد كده في كاروهات بحلقات بالمدة اللي بيسمعش كاروهات اللي ما بيسمعش كاروهات ما عندهوش زو خسران بعد الزوق خلاص والله العظيم بجد حلقة اللي هو ايه عارفين قصص الجيب قصص الجيب فعل حلقة 16 دقيقة و12 دقيقة بس بهاريز بهاريزي ايه ده انت نصها سكتة انا بسكوت لا مش بتسكودي اللي هو ايه لا كون انا اصلا خدوا بالكم وكذا هتتفكي معنا بكلمتين في البودكاست يبني انا بودكاستي احادي زي الاميبة انا قاعدة لوحدي ايه لكن غير لما يكون اربع كوادر قاعدين عامل البناء عامل البناء ماشي اصلا با موكا وكوموا يا محرجة شوية بس عندي ولد دلوقت مش هقول قصة حب بس هي كانت قصة قصة مع فنية ومبدر بطريقة احنا كان فيه سوق المعلم جنبنا ماشي سوق كده سوق كده سوق المعلم لا 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 اعملوش علاقة فيها عادي لبس وحاجات كده تمام فسوق المعلم ده كان جنب بيتنا بنروح ماشي انا وماما فانزلنا روحنا سوق المعلم ماشي انت فيه في وشك كمي منها الأهمية مش مناسب للانا بقول انت قولتي مش مناسب للانا كصة حب اين هيود عمل بناء قصة سوق المعلم سوق المعلم دي قصة سوق المعلم وفي التبجيلة يعني ماشي المهم ماشي انا بفقد الشغف فجأة انت اولا متفقدة حاجة رجعي اديني تلع عشرين ثانية رجعي ماشي ماشي ففي حاجة كده بتحصل بقى في الكويت بقى اللي هو اتاكد ما اعرفش موجودة هنا عندوك في مصر ولا لا اللي هو بقى الشباب انها ترمي رقمها البنت بقى انا مؤدبة انا ما ماشي اسمه التركيم اه ده كان موجود ده حد تبقى ماشي كده يرمي اه ده قبل بقى ومسناق ام كل disp sarà رقم ass رقم لها طلم يرمي يرمي في ورق مفيش او قم عاملكة يرمي 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 خلص كرريس ماشي ماشي فأي بقى؟ فقال بقى إيه البنت دي بقى؟ هي دي اللي أم عيالي دي ما بتاخدش الرقم مالهش في الترقيم أم فضل ماشي ورانا لحد البيت ممتاز ماشي؟ فعرف بيتي فين؟ مخترق أم رقم للبوات أم رقم للبوات لا 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 ماشي فضل ماشي ورانا لحد البيت ميس كان أيامتها ميتها أيامتها كان فيه عمارة قدامي مهدودة بتتبني هتتبني لسه على الأرض وبيبنوها يعني فأنا طلعت ففضل ماشي ورانا لحد البيت فطلعت لما طلعت فوق طلعت مش شباك عشان أشوف انت هو لسه تحته ولا راح فين ده ولا إيه وعدكم مشيت لا طلعت أشوف فهو عارف بقى فين شباكي وافتكرني طلعه له بقى والكلام ده وافتكر كيما انت طلعه له لا بأس ليه بطلعه طلعه كنتي قلت طلعه تتشمي سعادي باك جمال بقى طلعه انت كنتي طلعه له يا باي طبعه عندي ولا ما قويت عندي لا والله ده كان حاجة كده أيام مش زمان قبل وقبل حمر وقبل حاجات أيها طبعا أيها طبعا بس منأكد عشان لو قد لو كبر بفرج الحلقة لا 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 المهم ففضل بقى قاعد لما شافني طلعت من شباكي جمبر في البناء الثاني اللي قدامكم فضل وراح عند موقع البناء ده وفضل قاعد حلو فضل بقى قاعد يا عبد الرحمن انت طبعا فاكرني هقولك ان هو فضل قاعد مثلا ساعة 12 بالليل هو فضل قاعد لحد العمر ما طلعت 12 دور ايه ده والله ايه ده هو ده عياد دي يعني اشتراه ولا ايه اشتراه لا يعني ايه بقى يجي كل يوم يجي كل يوم اه متين فضلنا في القصة دي لحد ما العمره طلعت 12 دور او 9 عشان مبقاش بابلن احبش الكنزة كمان عشان مبقاش بابلن احبش الكنزة لأ ما كانش عندي فيسبوك هو حبني الشخصي كمان مش لمتابعيني لا 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 بس فضل بقى قاعد بقى وانا احلف لو انتو مش غرضي لا احبش طبعا مفيش بيننا غير شباك يعني انا عمري منزلت عمري عمري وهي مرة اللي رحت وفيها السوق اوه ماشي وفضل بقى فضل بقى طب سؤالها يا انبقى انت فخلال الفترة هي بتنزليش تاني بتروي السوق اوه وفي لقاء تحت ممكن اي حصل بقى ايوة انا ما عرفش ما هو ما بتجيش في نفس الوقت قولنا رجعنا البيت بس فكرة ان واحد يقعد في الكويت اللي هي في الشتة ده رجعنا حاكم اتنين وتلاتين ويقعد في المحر ده اقسم لك بالله كيف يسمى نفسه عاشق مي إبراهيم على الكلام ما يعرفش اسمي ما يعرفش اسمي اوه اوه ما يعرفش اسمي اغلبا كان متخلف متوحد ما يعرفش اللي خليه يعمل حاجة زي دي بس اه اه هو الساعة ستة يصلي المغرب وير اه لا بالليل اه الجو طبعا اه في الطرق اه اه بس بقى طب بعدين انتهت ايه القصة دي اشترى العمارة ولا ولا ينفع ما جودش اوه في اي مشكلة خالص في يوم كنا نشرين حدش قال لي ما ينفعش في يوم كنا نشرين اه فانا عملت ان الفانيلات وقعت عملت ان الفانيلات موقعتش غير الفانيلات يا قدرة بس فالفانيلات وقعت هنعمل ايه? هننزل نجيبها. نرميها. ده بعد حد يجيبها لنا. لا ما انا قلت. دي زلت انت جبتينها. اه. ايه بش عادة. تلع ايه بها? اه. بس اتقفاش تلع. اه. 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 اتقفاش تعملي ايه? ما. بتجيب الفانيلات? وانت بتجيب الفانيلات ووقفتي معاه? اكيد. انا بس بصلك اين اللي هو انت. انا مالي هو ايه. انا مش فائل. انا مصدور اللي هو انت عملت فتع في الموضوع اللي. اه. بابا نزل معي اخوي صغير. اه. اه. ونزلنا بقى. جماعة والحلقة دي هتنزل. ها كميل ايه يا اخوي الصغير قطلوما شفته وهدان اللي قاعدة. نزل معي. نزل عشان بس الفانيلات والشباك هنا في الفانيلات هتقع فين? كده? كده. انا إيه اللي موديني كده بقى بس فبابا رمعين بقى من فوق فقرى الموقف بقى جرحونا برمشع هنا وبعدين لما طلعت بقى دخلت الشباك تاني قطم من عليش تروح ولا ده عشر التسعة تدوح فاهمني تدرسته هنتسا سوا يعني بس بقى بس بقى فاهم بقى ان فنلات موقعتش ان ده بفعل فاضح بفعل فاضح يعني انتي كنت عايزة تدهوس يشرف الرجل وفنلاته يعني عايزة بواضح اه بس أعبلك برضو التاني مخلص قوي انه يجي يوعد كل ده كل يوم ايوة انا كنت متأكدة ان هو ده الحب الحقيقي اصلا لو مشهودة يبقى اني واحد اصلا مزوعة بيجيلي كل يوم صمت بجد لو كان بيجيلي هلأ بتاع حب بقولك تسعة تدوار ما شفتهوش يعني بس هو يعني ما كانش مجرد ترقيم ده كان عن حب بقى وكان بيرقم كنت عايزة رقمك يعني اه لا هو هو لما اه بس الحمد لله رب نرزق ده بالله حسن منه اه طبعا 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 انت وعمر ترقيم ولا سالونات ولا حب فيسبوك فيسبوك اه ما بعد الحداثة بقى ما بعد الحداثة بقى اه ما بعد الحداثة بقى اه ما بعد عفكرة ده صابك انا وامري ما قلت اه اه ده فيسبوك والله ازاي عمر ده من القذرس هنيه نوع من القذرس عشان القذرس انواء جوا لا 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 اصلا انا هقول لك اصلا اقول ولا وقت الحلقة انا كنت شغالة وانا في الجامعة ده كبرت بقى خلاص سيبك بقى من الرجل اللي بات ده والدوليم والكلام الفارغ ده دخلت بقى الجامعة بقى ومسكت تليفون بقى خلاص بقى وبشحن بقى وبفتح الداتع بقى والكلام ده كانت شدرنا ايامها بقى لا لا كمعايا 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 توجي فوق اه لا انا اصدى مش صالح الداتع ووتس فوت والفوق ايه معايا ماشي انا كنت وانا في الجامعة خدت كورس فوتو شوب ففرحت بيه قوي فقلت انا هنزل اشتغل انا ورنيت على بابا كده قلت له قالو متبعتش مصروف الشهر الجاي انا باشتغل حركة متعورة بيعملها كل الناس تبقاش عاربة ان انت هتهمدام على ده اه مهم بس اقولك على حاجة بجد والله الكلام ده كان في تانية جامعة اوكي ماشي انا من تانية جامعة فعلا ماخدتش مصروف تلك اتخاذ النهاردة؟ اه اتلطمت يعني شغلي ده فشل فشل زريع اي بس سيبتها موقت اه بس خدت فلوس من تيتا بقى انت غيرت المصر بس لا 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 مش حتى التأدير وكل عجل دي بلقى اصحابها لا لا بجد والله عظيم بجد من ساعتها لما لقيت نفسي وطلعت مني كلمة بقى خلاص بقى وعايز احس ان المهم مش قصتنا يا جمال ما ترغيش كتير ارجوك انت بجد صعب بجد صعب جمال عمر كان جالك في الاثرس اه 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 انا كنت شغالة في شرك خدت كورس الفوتوشوب ده مطولش عليك في الكلام فقلت بقى انا هاخد الكورس ده انا بقيت مصممة جرافيكس جرافيك ديزاين اه خطيرة ابتدي بقى انزل سوق العمل بقى بالكورس اللي انا خدته ده فروحت مكتب مكتب عقارات وانا كنت مسؤولة عن الاعلانات بتاعتهم اللي بتنزل في الجريدة كنت بقى رفع من الاعلانات ما عرفش اسييفه يعني كنت مسايف بكواليتي وحشة فالجريدة ترفضه وفضلنا فاكرين ان العيب من الجريدة لما عارفوا مشون يعني المهم يعني فانا كنت شغلة في مكتب عقارات حل عمر كان شغل في اممكن ما انتشى عشان الاعلانات شركة دهانات دهانات اه اه في شركة دهانات فانا بعتلي ميسدج قال لي انا عايزك في شغلة يا ريت لو نقدر نتقابل عشان نقعد نتكلم في شغلة طيب يا عم راجل وانا كتبة كبيرة عندي وانا كتبة في البيع عشان بقى بيبني ان انا بقى بشتغل كتبة مكتب اللي بتاع ده كرافيك ديزاينر طبعا فقلت ده شغل اكيد طبعا اكيد شركتهم عايزة تتعاون مع شركتنا يصدرون لنا اللون البستاش فكانت كان المكتب قلت له اوكي تعال المكتب مكتبي مكتبي ام حطينلي كورسي كده جن بالبوفي خلي حد يكلمك في حد كلمات بوقتي اه المهم والنبي لو برغي تقول لي قومي يا سيتي اصلا انا اول ما بحس بتنميله فكي بفهم ان اللي قدامي صدع ليه يا سيتي يجي فكي كنت اللي ضعيف ماشي فقلت لهم المكتب اسمه ده في سنت فاطيمة تعالى تعالى لي المكتب قال لي لا لا بلاش المكتب بقى انا لسه رجع من المكتب تعالى في حتة بره بقى ونوض وداني كنتاكي المرغان اعلاقة سليمة قايمة على الاندينال اه ايوة بالضبط اصلا كلهم الاول اه اقالك كان يوم كان يومها كان يوم شامل نسيمو كنا جايبين رنجة في المكتب الله والله العظيم والله العظيم فيوم معرفني كان يوم ريحت وحشة كان يوم ريحت وحشة تراحت قبل الوقت تشرفنا اههههه مش نازل ازبطه معنا شاعة الان سيمو و واكلة رينجا انت مالك حلو ما هاجا لك برضو اذا كلاينت ففهم اسدي لا انا كان معي الخبرة مش قد كده برضو في الوقت ده لسه اول شغل ليها لسه ماسكتليفون من اسبوع فا ما تتغش علي على مهنة الخالص بس بقى فقال لي انت اتغديتي وقلت له اه بصراحة انت مش شامم تغديت طب لا ده كان قال لي خلاص تعالي مش فاكرة مين اللي اقترح كنتاكي ايه ظروف اللي خلتنا ان رحنا كنتاكي انا مش فاهمة طريبا كان جنب مكتبي وقلت اه كان جنب المكتب وما كنتش عايز اروح التبعيد عشان ما يبانش اني خارجة معاه اه على فاكرة ده كنتاكي جنب المكتب يعني اه مش اطعلك مسافات يعني وقعدنا مع اني واكلة رنجة بس مع ذلك طلب لي وجبة ثلاث قطع عشان عشان نسحل سوا يعني عشان بس ايه وقاب لنفسه هو اربع قطع وخد من عندي قطع اه خلي بدك يا ما تقشر هتقصر معك برضو تليجي تضربة فور نعيش بالرنجة ايو برافو عليك برافو عليك برافو عليك بكتب سرعة من القطع دي تمام يا واقعدنا وبتاع حبته جدا بس بجد من اول مقابلة من اول قطعة الله العظيم احبته جدا وحسيت انه هو انا بقى كنت عايشة ساعتها على قصة الحب بتاع التسعة تدوار دي قلت محدش هيتمستك بيه كده في اول ما شفته قلت قولت لأ اوكي الي花 لازمات بيتبانوا بتاع استخدوا من منديل المبايله اللي عاول كل حاجة اهه ايه اه 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 في شغل يومها؟ لا خالص ما انا اتفاجئت بقى لقيت مفيش شغل وبعدين فاكست برضه انا كمان ما كمان وبعدين لما رجعت بقى قلت له انا بقى كنت ساعتها عاملة فيديوين كده عرة قوي كان عندي الف وستمونة فولور حاجة كده طايرة بهم ولما روح عند عمتي بعمل كده عمتي سخاني الاكل كنت بتديت اشوح ساعتها في الف وستمونة واحد مهتمين بوجودي فشل كانوا الف وستمونة ساعتها بيشتموني اصلا فهو قال لي اطلع ايه الشغل بقى قال هالي لما روحنا اصلا لما متكلمناش في ايه شغل ساعتها قلت له قال لا انت بعيد شغله فقال لي بقى اصلا انتي انا شفت فيديو كده وانتي صوتك حلو جدا ومختلف ومميز وانا بكتب قصائد فعايزك نسجل في اي هبل طبعا يعان انتو بعد ما خلصت الوقت بقى اه رقمك اه رقمك وقبل ما تهمشي لا هو امرقمني من فيسبوك قبل ما ننزل اصلا ايوه انا قلت شغل بقى ده كان ال ايه ترقيم بقى الالكترونيك اه اه بس انا قلت شغل بقى قال لي انا عايزك يعان انت من اول قعدة انت لذيذ وتمام يلا مش لذيذ مش لذيذ بحبه ايه من اول قعدة من اول قعدة وتسرع وتهولها لا 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 خالص او يا اما عمر جامد للدرجات دي لا لا هو مش جامد احنا شمع اه اه تمام يعني ان شاء وتانت لعمر لا لا هو نسختي وبعدين عمل فيها معروف كبير جدا قطع اللي كلها دي لا 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 عمل فيها معروف كبير جدا انه هو خلاني دمي خفيف انا مكنش دمي خفيف هو قفني معهم عالكشك وقفت الشباب اللي عالكشك دي او فبقيت يعني اصلا بقى او 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 لا لا يعني عمر لا الاساس والبقى شونة كاس طبعا او 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 كاس قوي يعني او 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 طب ده حلو دان ان انت وفتو يعني ان انت او 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 انا عزك راح انت وقيفت وقيفت موهم عالكشك او او لا 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 طب السؤال الهام اه ان انا برضو ايه انت عارفة بحب المحاور جدا ارجو باعش اترك الجديد بعش اترك الجديد عشق للشيلات اه بلوقتي البروسس بقى إنه الوقت يا جماعة في هذا الشخص واحد اثنين ثلاثة واللوقت يبينها عيشوا مالحة وفتاقوا واحد اثنين ثلاثة إيه اللي حصل إيه ده يعني إيه تطور العلاقة حصل إزاي يعني دخلت بيه البيت إزاي بيتي أنا كان بالعدة كده شدت لوقت بتاعي كان اللي كده دخلوا بيها عاكل في البيت أنا كنت في الجامعة زي ما بقولك وبابا كان لسه رافض برضو الارتباط قبل الجامعة قبل ما تخرب قبل ما تاخدش هد لأنه كان فاكرني طايشا وبقى على سنة ثالثة هتغير ومش هبقى شايفة إنه هو ده الشخص المناسب فملوش لزوم بقى نلاية الدنيا كثير من كده حاجة الناس الكبيرة يعني أخيانا 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 وبالفعل وبالفعل صح إحنا فركشنا عشرات المرات في يوم واحدة العالم كله شهدها لأن دي كانت قبل الفرح بقى طازة ما قدرناش نخبي عزمة كل الناس وامي مفصلة فستين بقى إيه ده بجد بالله آه ده قبل الفرح يا أبني يا أبني كانت ترند كانت ترند فترة أسوأ صراحة ورجعت متراحة رجعت متراحة بتاعت مي في كلمة رجعت متراحة ليه بتاعت مي إيه ده إيه ده الشكل كان هو بعد ما فركشه كان بيخشها في الكومنتات ويقول لها هترجعيلي هنتجوز آه بعد ما فركشه ويتو قد تقول لف كده بص حلو ما كنتك شكله عمل إزاي وانت هو كان مستحيل بس أنا بقى عايز أقول لك على حاجة بساعتها وأنا بنادي بحب بالفرصة آه آه ليه بقى بالفرصة التانية آه آه حالي بديك ده شديه حتة دي شائكة جد ساد أنا معيها مفيش أحسن من الإكس ليه لأنه لف لفته ورجع صحيح يقولوني طب أنا ليه لف أحب أرجع لواحد لف لفته ودور غيري ما الجديد هيجيلك وهلف لفته أحسن عشان الجديد هيجي يبقى عايز يلف لا خمس لف ممكن تتجاوز حد ما لفش لفته وربنا وفقهم من الأول للأخر لا ما بحبش أنا بقى التوفيق ده لا يجيش معي التوفيق لا نقفل السكة في وش بعض وانت تروح تلف لفتك وانا قعد كده واشوف الحياة من غيرك عاملة ازاي لو رجعنا ما عرفتش جربت جربت لقيت ان مش متقبلة بالظبط ما هو هنا ما هو تلوه كنت تتقبل دي كانت حيبقى موضوع تاني أيوة بالظبط هنا التست اللي حصل كان زمان عندي وائل مش ليونس مثلا فاهمي فالألف رفته ده مستحيل مستحيل أصلا عارف قيمة البضاعة خلي بالك يعني عارف الجودة هنا عاملة ازاي ايوة اه خلاص ما تتنيكيش كده ما ابننا زي الفل برض ابننا عمر اه ما تتنيكيش يعني ما تفتكيش عشان اخلي بدك انا تيمة عمر انت ليه انا ده سر شائك انا انت ليه تيمة عمر صاحبي واخوي ايه ده ده في ايه في ايه معلتناش المعلومة برضه ايه المعلومة ازاي بقى اه قلتلهم ايه في البيت يعني انتوا بعد قاعدتوا فركشتوا 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 اه اما فركشنا في البيت عايز احكيلك تفصيلها برضو كمشان مع انك مسألتش بس بس انا قولي انا حابب اننتي مبسوطة لما فركشنا ماما بقى البيت جاهز ده انا جبت النجف اه دي اخر واحدة دي اللي هي قبل فرح باسبوعين قبل فرح باسبوعين اوف وجايبوا البيت جاهز وكل حاجة فروحنا بقى نقفل البيت بقى ونلم الحاجة ام فامي كانت متضايقة قوي اوكي طبعا بقى بنلم الكبيات خلاص امم بنلم الكبيات وهتموت الست مقهورة امم فلمت الكبيات كده وكانت بتكمعها قلم كده فلوماستر تخينة عشان اه بتكتب على الحاجات بتكتب كارتونة الكبيات كارتونة الجيلي كل كارتونة كاده تكتب عليها كارتونة الجيلي وحاسبي الله هو نعمه الواكيل مم작 مرسة هذا علينا كارتونة الجيلي اللي ما بتعمليش طعم الشربة اللي ما تغلبتش طعم الواكير طعم الشربة اللي ما تشربش صواني البيتزا اللي ما خمرتش حاسبي الله تم مرسك طي تطعام لصوت وهكذا بقى لما عمر عادة معتزرا بقى اه. شطعت. شطعت. الحمد لله على كل شيء. طب ويا ليه بتاقيمش في الكارتونة يعني. ما ديكتبك عنده مرة متوسطة يعني. الحمد لله والله هم اجمع بينهما في خيرهم مش عارفين. على الكارتون. اه. كله ده على الكارتونة. نازلت. نازلت راسي والفزيف ما جاوبش على سؤالك. خلاص خلاص. عرف عنك الحرج. عرفته. اه. طب بعد كده نرفع عنك الحرج وخلاص. اه. الله يبرق. لا اصلا ما حصل. اتقدم. اترفض اول بس السنة. ده عمد زاجي جوز. ده عمد زاجي. اتقدم. عشان كنت لسه في الجامعة. بعد ما خلصت جامعة بابا بقال لي ها يلا خلاص انت انا موافق. قلت له لأ هو مش موافق. يعني هو خلاص مياه فاركشنا. دي كانت من المرات الطيشات اللي هو كان قبل. ايش عارفة. ايش عارفة. بعدين رح اعرف بنت كده اسمها. حبة. اه. هنا بقى هنمسك العقل يعني. اه. ماشي وبعدين. يا مقرفة. اه. يا مقرفة. اه. يا مقرفة. ممكن ما عندهاش زكة بنتكون اسمها عادي ولا? لا لا لا. لا 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 كيفان ندعم لها فيديو. يعني. اه. معها ياسين بالوقت. يا ربي على الاهل والله عظيم. يارب عليها اللي cinemaali تريد ربي. يا بحب بني يا الله يحرق احمد. رحمة ايا قادرا. بحب الفيديو بتاعي. بجن. كن kitty بجن. هي مش بتحبه خلاص. ما طبعا بتحبه. اه المهم بقى ما ماطولش عليك بالكلامة تريد. طويلي طب. انا هاموت وجاوب على سؤال. اه Alexis هل الموضوع اللي فركشتوا بساوه أبنا بإسباعين ده حاجة دي كانت حاجة معروفة السبب كان معلن أصلا للناس ولا كان لا ما كانش معلن بص بص طبعا مش معلن هي لو خصوصيات أنا عمري ما هقول طبعا لكن هي مش خصوصيات هي حالة بيمر بيها 99.9.9 نسبة ديتول من الشباب قبل الجواز لا أثاكس بقى أيها بالضبط لكن مفيش أي حاجة ما كانتش حاجة خالص هو توطر وإيه ده وأنا كمان إيه ده فهو عمل إيه ده فأنا قمت قلت إيه ده لا خلاص طبعا أنت لو إيه ده يبقى أنا كمان إيه ده فأنا كنت فكرة أن أنا لما إيه ده هو يجي يصالحني ويليسها قبل الفرح إيه ده فيه فرح فطلع إيه ده ما عملش حاجة طب يلا بالسلام أنت كرامت كنا أحد عليكي وضحيت بشاب زي الورد زي ده كان ممكن يروح دلوقتي مش كرامتي أنا كنت شايفة مش 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 عايز مش عايز أنت مفروض تبقى عارفة إن فيه ضغطة أو إن كنتش عارفة مش عارفة طبعا أكيد ما تعرفش هو أنفسها مضغوطة طبعا أنا بالنسبة لي أنت فيه سيهام ربط معاها سيهام سيهام طبعا إنها عرشارة هو على الأفكار اللي بتجيلكو يا جماعة آآ 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 أيوة طب معاوتم آآ أيوة منعا ماشي بداية تتذكر حاجة زي كده بداية تتذكر الحدث بتاع النمية وعمر ده انت تجوزت في السهولة وليونة ولا برضو تقطع؟ أنا تجوزت أنا تجوزت كنت عادي يعني كنت يلا نتجوز يلا كده عادي يلا زيد الأربع آآ يعني يلا فرحي كان كل ما فرح بيقرب كنت تمام يلا عشان نخلصه لا يكنش عايزة أعمل فرح آآ أنا عملت عشان كده مش نمي قيت لي وما أنا عايشة ليه لما جيت في أمي قلت لها آآ الله العزيز طيب ماما مش عايزين نعمل فرح أنا مش عايزة نعمل فرح وفيس الفرح دي نبقى فرح قلت لها طب أنا عايشة ليه بقى ماشي أنا كنت عا بوز لها عايزة معك في المالديفز بقى عايزة في المالديفز هدفي في الحياة انت عايزة تبوزه دلوقت فرح ابني وأول فرحتها بكري وأول فرحتها ببكري انت تجوزت بالليونة؟ لا ما حصلش الحمد لله ولا غير اللي يقوله كمان ولا متجوزش أصلا عبر رحمة ليه حضرتك مالك آآ آآ لا لا مال حضرتك ايه ده؟ أصلاً سمعت في حالة انك تتكلم عن ابنك فان لا ده ايه ده الاختراط اللي حصل بين في القدي وبين صوت بدر وصوتي ده بعد الجمهور ويبادل معندوش ولد ويبادل معندوش ولد تعاين يا صاحب أصلاً خلي بالك أمي شايفة ان دي قصة بنت كلب أمي شايفة على طول تقول لي ايه؟ تقول لي مثلاً أجيب سلي حد من أصحابي مثلاً أقول لها مش عايف ابنه؟ تقول لي آآ يا ابني ربنا يديك ويسويك بالشباب يا اللهوي اجيب! هل حصل؟ اجيب مع الشباب لا يكيب أسوية أه اروح يا ابني ربنا يديك ويسويك بالشباب هو بقى كان عندي مصيبة أصلاً يسويك بالشباب يسويك بالشباب كان عندي أصلاً لقد لقاتل الشباب نقول سوى واحد كدة ما عايز أقول حاجة في منتهى الحلق في كل الحلاقين ما عافز بقى ده ما ودفل العلاقين الموريسيت دوله لأ في منتهى المساخة كده مقصة حديد بيبقى بيعمل صوته بيوجهش هو بيقصش هو بيقول لك عنيش يا باشا المقص بعد مقصة حديد كده معين انت ممكن يقول لك المقصة بيعد دي وتفضل أعيد له المقصة بيعد ده يعني هو ما بيقصش من أول مرة الشعر يعني هو يخذ الشعر كده عمل كده ما قصش من أمر فهذا بيرح وبيديه عادة كمان فلما الشعر بيتحشر جوه المقصة بيعد كده فبتتشد الشعر بتتشد جاسمها عضة احنا بنشوف كتير وبنعاني ياما لا 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 بقول لك يا صاحبي تعاني ياما ايه وعد ساكت في حاجة عندهم صعبة وفشخ والله العظيم وعد ساكت في حاجات عندهم حاجة؟ في حاجات عندهم صعبة على فكرة بيعانوا ويدفعوا كتير عشان الجمال الداخلي والخارجي ده بيتفشخوا والله العظيم لا هو أنا أعدت أفكر هو أنت ليه بتطص وشك بشوية مية وتنزل وعادي وما بديكيسش إن إحنا متضررين وإحنا شايفينك وأنا لما نزل طصة وشي بيقى فيه مشكلة ليه؟ عشانت عاودتين على وشك من غير الطصة لا أنت معاودان لانت دائماً طلعها عشان إحنا دائماً متضرين منك إنه بزي الأمر يا مان لا أما بتكلمش على مية كشخص استم بتدخليش في الحيط بس كتبأ أنا برديها عشان تسكت هتعايق دلوار لا أنت راجل لأ أيوة بس مش مطالب منك إنك تكون يا أنت مش هتبوز في الصورة عشان تبقى الأنوسة 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 لازم تتلون يعني أنا بحس الأنوسة إحنا لازم نلون بس لو لعبت خلي بالك برضو يتلوموك لو لعبت بيه بحاجات بسيطة مش لازم نعم مهرجات الجونة وإحنا لزيزي الصح ما هي بوسيطة أصلا خلي بالك برضو يقول لك على حاجة إحنا محطوظين في الحيطة دي حتى مننا وسط صحابنا يعني شوف أنت رجل متفاهم وتقول للراجل برضو مطلوب منه وبقى شكله حلو أنا عندي مشكلة وحاجة مخلوق بيها يعني دوافري بتلف لجوه كده فبتعورني وبتعمل التهابات وبتاع مسيت يا رب فلازم تتحل بإيه؟ لازم تروح لحد يعمل لك دوافرك ويعملها الفيديوهات التي تبقى عن نتي دي ده بيعانوا معي أنا كده في رجلي فغلت مرة قدام صحابي وقل وقل أنت بتروح لحد يعمل لك دوافرك أنا قاعد في عمل كده واجعاني في الكوتش واجعاني وبتلتهب فإيه مالك؟ مفيش كان المفروض أروح أعمل ضافري يالور إيه؟ والله العظيم سمعتها باربع مقامات سمعت السحبة باربع مقامات دخل مع صحابي كده انت قاعد كده دخل 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 رفع إيديك ورجليكو فيه اه تفضل طلع برضو فاهم طلع زي يوم في ثقافتنا يعني مش ماشي معنا هاوي يعني بس دي حاجة علاجية بس دي حاجة علاجية أنا ما مئة في المئة تمام أذكر بقى ده أذكر بقى لا إله إلا الله طبع اه يعني مش هاهم هاعمل ضافري تسيبها بسج كده أذكر من انا أربع أشخاص باربع نغمات مختلفة اللي التحتني واللي فقاني والااااا باصمة نهاية دي ، كل واحد عنده الدي طلوان من الضور واردهم الصور اه، واردهم الصور بس فوجود Hidden by ¡Mats,S hom! فمن بقى للموضوع أمي أمي شايفه أصلا أن فكرة أن انت أصلا مخلف بنت وحدة دي كانت انه هوا فنهرك إس قبل البنت التانية قبل البنت لفكرة تمر节 ambte فقorterة بانتي يعني حاس بالشياء بناتة أعيز تحجبك أنت بقى الفتر اللي جاي ودائما في حتة اللي هو ربنا يا ابني يديك ويسويك بالشباب أنت مش كفاية لغاية دلوقتي وربنا يا ابني يسويك بالشباب لا لا ماما أعمل ويخويك ويخويك ويخوي بناتك اه ماشي وانا ماما أنا ما بحب يعني يجوب ربنا كله كويس بس أولا أنا كده خلاص تمام مش أجيب قولات تانية يعني مش عايز مش أحب وحاجة تانية أنا مش بحب يعني مش بحب البنات أكتر أنا جربت البنات بطلع بحب البنات أكتر لابت البنات أكتر فتمام يعني بس لازم ودع عشان يفتح الباب طب ما أنا بقوم أفتح الباب طب ما أنا بقوم أفتح الباب فاهم أصلي لو عايزة سؤال سؤال شئك شوية لو جي ولد لو جي كلفت ولد وبقى هو أصغر واحد على بنتين هتعامله إزاي؟ أو الحيوي تعامله إزاي؟ الأخ الأصغر راجل دي نجمع أمراته لما يتجوز الأخ الأصغر ليلة تقوله يعمل ويعمل ويحترم أختب كبير يعني مش هتبقش هايب هو الولد لا 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 ما فيش منه كلام هيطوع على ميه بس تسمع كلام موقدك الكبير والاصغر منها وبعد كده انت الانتهيزات الولد اللي هي طبيعية بين الفروء يعني مثلا اللي هو لو اتاخر شوية مش هبقى لانا عليه على قد مانا هبقى ان هو هنا هبتطامن ان هو فاهم قصدي تماما هفاهم قصدك بس لامتيازات لكن لامتيازاته على اخواته البنات لأ مش على اخواته البنات اللي هو يا دي اسمع مش مين؟ اللي هو عم بستهن ماشي تفضل اذا سمعك عشق ان هو الرجل موجود ورق بالزلط يعني هو لسا تخري معا بمينزل بسا في قصة اذا كنت باكالي معهم من ورد بزولة في قصة اهم تبص بقى تقولي لأ اخوهم بقى والراجل وبتاع ده كلها رجعت بقى تاني رجب الرجل لا فيه ناس يقولك خلاص لاما جي ولد حتى لو هو صغير حتى لو هو الاصغر يبقى هو اللي ركب مننا الله رزقني بقى وحماده جي ربيع رايح ميني اللي يالي العالية على اخواته البنات حتى لو اخواته بيقول لك اكبر ميني لا 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 انا مش بعدها الصراحة دي الايجابات ان انا كنت عايزة باني على فكرة انا عندي ثلاث اخوات ولادي اصغر مني اه اصغر مني انا اللي كلامي يمشي مش بقلة الادب ببارد لا مش كلامي يمشي مش بالزغر اه مش قصدي كلامي يمشي ما بناخدش قرارات مصيرية لكن هما اللي بيسألوني اعمل ايه بالزبط اه بقى فيه احترام لي ميغ عشان ما يخطومك هي خطومك كبيرة هم خطيروا عندها فلورز هم حبيين ده يعني هم يجروا عندها فلورز هم حبيين ده يعني... هم هيب جوان بيتتابعة ميتتابعتنا كمان ماء تخيل ماء ابراهيم تلاتة بوينت سبعة مليون اقفال ام اقفال ام اقفال اقفال واحد سيفة اقفال اخفال من الانتخابات تخيل قرية كلها 25 ألف من أدم رمز 25 رمز إفال في الانتخابات الحمد لله بركة نورتينها ميوي لا تتر النهاية ماية ما تستعليش كده عشان الناس هتتربص لكن تتعفل الحلقة في الدقيقة 12 أنا والله ما عارفة عامل ايه في الداهية السوداء اللي أنا فيها والله العظيم هاي ايه نجيب لك بدر وشي مو عبر الرحمان عشان تقعدي كتير عارف خلاص عبايبي بحبهم والله العظيم علاقتنا تقسك بطريقة قلتلك ده من اليوم الأول ولا لا وانا قاعد بفطمك تخش منين كده وبفاهمك قلتلك ولا لا علاقة اتنين بيحبوا بعد أهاليهم أصحاب شركات كومبتترز والله العظيم يا ابن الزنات يوم اسمه ايه الفيلم بتاع ابن الزناتي رمز جلالك العامل سكسوكا كده بسيطة ابن الزناتي لهم بيان مسجل من القوضة عندي وانا جايب المفرش الجديد بتاع استيطة الجديد ده حتى البيان ما عملتوكش الله العظيم يعني حبايا بقلبي حبة أشكر جمهور اشتري مني اللي تحملوني واسعة صدرهم لي وسامعوا حلق مش عارفة عاملة كام ده وقت يومين ويروبة الحمد لله الحمد لله ويعني ما لا أجروا أقول لهم يسمعوا كروهات لأنه هيجي لهم كده هيقومهم يعني عارف انت مش هلحاقوا يقعدوا عشان يقوموا الله يبرك لك ولو تألف طلب يعني للمستمعين يشتري مني فرده لو تألف يعني يمنعوا اشتري مني تماما تماما يمنعوا البيتاع على الدكاترة قوى واقف يشتري مني تأني يبدأ متعفي يشتري مني ويسمعوا فقط كروهات لأنني لم لا أحفظ الرم رم يسمعوا كروهات لا يسمع第一 للسهر للم جابت مشاكل لنفسها ماء برهم بالوقت ضغط منها ضد دمعني أخطنينا بقيت لك لي ما قلتا وليه انت يمشي معه ان مستمع البودكاست يليف في لفاته بردوين دي. الله عليك يا عبر. الله عليك. شو رقم واحدة. شو رقم واحدة. بس كده. رقم واحدة. زي ما يابر. ما انت بتقوميني بالفرصة التانية في الانسان مش هتقوميني ديها في البودكاست. لا 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 يا جماعة اسمعوا اللي تسمعوا. اسمعوا اللي تسمعوا يا جماعة. نهاركم. نهاركم يا دي اسمعوا. لا يا حبيب. قلبي كلنا عيلة وكلنا اسرة وانا الناس دي هي اللي خليتني اعمل بودكاست اصلا. ويوم ما شفتهم كنت جايبة مايك بقلو ست شهور هيصاد دي. كنت مفكر انزل ابيع وتاني على دو بيزل. بجانب بسرعة الف ستمية جنيه بس. بس كانوا الف ستمية جنيه. ده دلوقتي دور عليه ده مش هتلاقيوش بقل من خمس تلاف ستمية. ده حقيقة. والناس دي هي اللي شجعتني. وخلوني عملت البودكاست. وانا اه والله العظيم. فقوموا بقى. نورتينا. الله يالله يبارك. اخوتي اخوتي واحشوني. اه. فقالنا كتير ما مسجلناش اصلا. اه ولا تقاملنا. اه. فانتي جتي في ريونيون لزيز. اه يا حبيبي. نورتينا. اه. الله يبارك. اتمنى انتم كمان يا جماعة كونوا انبسطتم. احنا انبسطنا مع مية قوي النار ده الصراحة. مع انها يعني ايه. من هنا مش قوي. يعني من جاه مش مية في مية صافية. بس يعني اتبسطنا. فااا. كنتان طيبين احنا مش عارف ان احنا الحلقة دي يعني بقى لسر جايم الاجازة. فآه يعني جالبا فحمد الله على السلامة. رب تكونوا بخير ومبسطين لو مبسطين. في ايه يا جمال? ولو ازعلنين حققكم عليها بص هيدي بحيات معنا في ايه والله خش تقطع كل حاجة خب محور تاني سلام عليكم ايه والله انا قصك